كمان بلاحظ من خلال هذه الآيات يعني مش بس مدح إيمانها لكن في كلمات قالها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال مع أن الرسول يحنى كتب البشير يحنى كتب بعد سنين في الإنجيل المقدس إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فواضح أنه كان في عنده رسالة كان في عنده إرسالية أولا لشعب إسرائيل بالضبط وحتى في أصحى عشر من إنجيل متى بيقول للتلاميذ في طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة السامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة الآل حذك ذكرتها في يحنى واحد إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ما وقفش عند كده وأما كل الذين قبلوا يهود وأمم سامريين أي أن كان حتى كان عني كل الذين قبلوا وإحنا عايشين الآن في هذا العصر الزاهي اللي كل من يدعو باسم الرب يخلص من أي وقعة في الدنيا بدون ما أعرف مين أبوك ومين جدك وأبدا لكن تدعو باسم الرب تخلص طبعا إحنا يعني دا أنت تكلمت من ناحية النموس ونظرة اليهود للأمم لكن كون هذه الكلمات تخرج من الرب يسوع البعض كان صعب أنه يستسيغ هذه الكلمات أعتقد أن هل كان بيكلم المرأة أو بيكلم التلميذ في هذه الحالة؟ أعتقد هو طبعا بيكلم نحن كمان هو بكلامه عام لكن أعتقد أنه لن تأتي نبارك من عنده ما لم نقر بحالتنا يعني حالتنا حالة هذه المرأة فعلا في نظر النموس واحدة من الكلاب دي نظرة النموس المسيح ما جاش ينقضه لكن جاء لكي يسمو عليه وكل من يعترف بذنبه وعدم استحقاقه ربنا حيديله فاللص اللي على الصليم اللي تاب ما كانش يستحق ولا حاجة لكن ربنا أدى له الفردوس في نفس اليوم الذي انتهى فيه من الأرض كان مع المسيح في الفردوس